موسيقى السلام عليكم البنات تمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله كيف ديما في صحة جيدة وجبتنا اليوم غتكون عبارة على المكرونة في الفن واخليكم معي في المقادر هنا اول حاجة كنحتاج عندي 500 ميلي لتخ ديال السلسة الطماطم وعندي هنا تقريبا 200 قرام كيف تكون اختيارية كيف ملاحطون عندرت للعطرية وعندي فخوماج واحد صند ويش اللي غنحتاج من غندير الليبات ديالي في المول وهنا عندي 300 قرام ديال المكرونة أي نوع المكرونة وعندي ملعقتين كبار ديال وعندي الفخوماج غابي عندي حبة بصل صغيرة وعندي الملحة والبلار وفلفل الحمراء والزاتر فهنا صراحة نقصني واحد العنصر مهم لي هي ورقة سيت نموسة والزيترة كي يجيو هائلين فعنا كيف ملاحطو اخذ الطنجرتين وحدة اللي عنصر فاليبات ديالي وخلي عندي فيها السلسة الأولى السلسة الأولى اللي هي اللي قلت لكم في الأول هنا عندي في أول حاجة البصل الصغير ديالي مع ملعقتين كبار ديالي الزيت اللي قلت لكم وغادي نخليهم يتشحروا شي شوية من بعدها غادي نضيف إلى هاد الكفتا كيف ملاحطو على هاد الشكل هادا ما بغيتش نخليها صغيرة بزيف وتنخليها بينها على هاد طريقة هادي من بعد ما بدت كتبلي شوية الكفتا كذلك ضفت لي هال السلسة الطماطم وصراحة كان عندي نقص ديال الورقة السيدناموسة اللي كانت تطلحة للدهائلة سافة كيف ملاحطو من بعد ما ضفت العطرية خليت هنا كتب في نفس الوقت من غلالي الماء فانا مشيت درت لي بات الجولي الطيبو وهنا من بعد حييت سلسة بعد ما طابت لي سلسة البولونيز اللي درت وهنا مشيت كنحضر معاكم سلسة البشاميل اللي كل شيك يعرفها يعني فيها ملعقة كبيرة ديال زبدة ملح والبزار ملعقة ديال دقيق واخلطها لهذا الشكل هادا بدت كنضيف الحليب شوية بشوية ونخليها حتى توجد لي تحسين الوقت بعد ما قمت بتحسين الوقت ونصفة الليبات بعد ما وجدوه كيف ما لحتو قوت لكم يعني بعد ما صفت فانا عود رجع الطنجرة ديالي دي أساس الطماطم وكيف تسدسع لها الليبات وكيف تنخلطو معه الشكل تيتشربو مزيانة ديك السلسة وتدخل فيهم كيف ما لحتو هنا لا تشربو جو صراحة زوينين يعني يمكن لكم تسنتاكلوهم تب حلاكة ولكن اليوم كي قلت لكم انا غنضيرها بسلسة البشاميل فاول حاجة ضفت الطبقة الاولى في سلسة البشاميل من تحت فقط شوية من بعد السفت لباتي ديولي الى هات الشكل ديت الفخوماج والنص دي الفخوماج غابي اللي وريدكم في الاول ومن بعد ضفت السلسة البشاميل المتبقية اللي بقات لي وفهاد الوقت عدراني دايجة تخنت الفران على 180 درجة الحرارة ودرتها في الفوق ومن تحت وخليكم بعياء حتى تخرج من الفران ايبو الى البنان بعد ما خرجتها من الفرن ديالي فكتجي لها تشكل هذا كتلاحظو كتجي صراحة زبينة كتجي لبات تشاربين السلسة ديالهم كتجي هائلة صراحة نتمنى انكم نجربوها فهنا انا فقط قدمتها مع عصر ديال الفراولة مع البنان دي درتو خفيف شوية كيجي زوين ومنعش وهنا البنات كيف ملاحظو فانا حاوت نقطع طرف هكا يعني اجت على هات الشكل شو كيجت جامعة راسة شد راسة يعني تفت تقطع شي حاجة سهلة ماشي شي حاجة اللي سعيبة والبنات ما تنسوش نتمنى ان هذا الفيديو دياله دنار يكون عجبكم كيف دي ما يا ربي ما تنسوش بلي لايك والششراك شرق